ايّتها الأرض إني أرتجف من طغاتك الذين يتفجّرون علي وتحت أقدامي من قاعك أكثر مما أرتجف من الطبات الذين يهبطون علي من فوق هامات النجوم يا طغات السماء إني لا أخافكم مجتمعين مثلما أخاف طاغية واحدا من طغات الأرض يا طغات الأرض يا أقصى الطغات يا من حول طغيانكم كل طغيان إلى محبة وصداقة وطواضع ورحمة وصلاة يا من تحول طغيانهم إلى اعتذار عن كل طغيان وإلى ثناء على كل طغيان يا من أنسى وغفر طغيانهم كل طغيان يا طغات الأرض يا شر الطغات أيها الأنبياء يا أنبياء المحبة والرحمة والتعاليم ضد الطغيان والوحشية والبغضاء أيها الأزقاء أيها الرحماء أنتم أكثر وأشد الأعداء حقداً وبغضاً أنتم أقصى الطغات إذلالاً وتحقيراً وإرهاباً وتحطيماً للمغلوبين والضعفاء إذا انتصرتم أنتم قتله كل محبة ورحمة وتسامة إذا انتصرتم إذن فلا تنتصروا أيها الأنبياء إنا نضرع إليكم أن لا تنتصروا يا أنبياء المحبة والرحمة والإنسانية والتعاليم النبيلة لا تنتصروا يا من تصوروا الجحيم للإنسان وأرادوه له لأنهم يحبونه يا من طالبوا الإله بأن يعد الجحيم للإنسان التقوى والنظافة في لسان الواعد وظيفة واستعطاء وفي لسان الضعيف عزاء وأنيم وفي لسان الفاجر ذكرة وهجاء وفي لسان التقي أمنية واعتذار أما في لسان النبي وموهبة وعظية ولغوية وتأريخية وأما في لسان طاغية فسخرية وتهديد وأما في لسان الشيطان فتذكير للإله وللإنسان بهزيمتها وضياعها وبمن هو أقوى وأذكى وأكبر مجداً وأنظف أغراضاً ونيات منهما أي تذكير لهما بنفسه إن التقوى والنظافة هما دائماً بلا وعاء أي بلا تطبيق أي بلا إنسان إن جميع الناس مهما تفاوتوا أساليبهم يفعلون التقوى والنظافة على مستوى ما وبتعبير ما ولكن كما يفعلون الفجور والتلوث أي يفعلونهما بلا أخلاق أي أو بلا أو تدين أي كما يشترون الطعام ويجدون لذة أو راحة في ابتلاعه ومضغه وكما يتجنبون مهالك الطريق ويشتهون النساء وكما يصابون بالخفقان حين رؤيتهن وبلا رؤية لهن وكما يتفاوتون في ممارستهم لهذه كذلك يختلفون ويتفاوتون في ممارستهم لما يزعمونه تقوى ونظافة إن فاعل التقوى والنظافة ليس متذينا ولا فاضلا إلا بقدر ما تكون الإصابة بالخفقان أو اتسناب مهالك الطريق أو الارتجاف لرؤية المرأة تدينا أو تطهرا أو استقامة أو مزيدا من الاتزام بالمذاهب والأخلاق إننا جميعا ننكر على الآخرين أخطاؤهم أو كثيرا من مواقفهم وشهواتهم ولكننا إذا كنا في مثل ظروفهم فعلنا جميع الأشياء التي ننكرها عليهم بنفس الشهوات والنياد والتفاسير والمنطق بل وبنفس الإعلان والجرأة والافتضاح إننا تحت الظروف التي يكشفون تحتها أعضاءهم المحرمة لا بد أن نفعل نفس فعلهم بنفس الحماس والوقاحة والتدين وتحت نفس الظروف التي نذهب تحتها نهتف للطغار ونصلي للآلهة ونوجدها لأنها خلقت لنا الصراصير والفئران يذهبون هم يفعلون نفس الشيء بنفس الحماس والمنطق ولكن الظروف ليست جميعا خارجية إنها أيضا ذاتية ونفسية وفكرية وثقافية وتعليمية وتاريخية بل وجسدية إنها إذ تساوت جميع هذه الظروف بين إنسان وإنسان أصبح الاختلاف بينهما في موقف أو في المنطق أو في التفسير أو حتى في الرؤية للأشياء مستحيلا إن الاختلاف بينهما حينئذ يصبح كالاختلاف في الوزن بين الكتلتين من المادة تساوتا في النوع والحجم وفي القوة والجاذبية التي تخضعان له إن الاختلاف بينك وبين أي إنسان آخر في الرؤية كل منكما لجمال آلهة أو لصدق مذهبه أو لصدق دينه يساوي الاختلاف بينكما في هذه الظروف إن الاختلاف بينك وبين أي إنسان آخر ليس إلا سبب واحد هو اختلافكما في الظروف الذاتية والخارجية إنه ليس له أي سبب أو تفسير من أسباب وتفاسير التقوى والنظافة أو السموء الإنساني إنه ليس إنسانا أتقى أو أسمى من إنسان إلا بقدر حجر أو نبتة أو أتقى أو أسمى من حجر أو من نبتة أخرى إنك لو فعلت الصواب تحت الظروف أي الذاتية والخارجية التي يفعل تحتها غيرك الخطأ لكنت إنسانا غير معقول بل إنسانا مخطئ ومذنب بل لما كنت إنسانا لم يوجد ولا يمكن أن يوجد إن الخطأ تحت ظروفه من الصواب والواجب وإن الصواب تحت ظروف الخطأ هو الخطأ إنه لا يوجد من يؤمن تحت الظروف التي يكفر تحتها الآخرون ولو وجد من يؤمن تحت مثل هذه الظروف لكان مخطئا ومذنبا وغير مفهوم إنه لا يمكن تغيير الناس من خبثاء إلى الفضلاء وأتقياء ولا العكس وإنما يمكن تغيير ظروفهم أي الخارجية والذاتية وتغيير تعذيراتهم وأساليبهم أي تغيير أزيائهم ولغاتهم وأساليب وصيغ وأدوات ومواصلاتهم وممارساتهم ومعاملاتهم إن الفرق بين النبي وداعية مذهب وبين نقيضيهما يساوي الفرق بين معنى واحد يعبر عنه بلغتين أو جسد واحد يظهر في زين مختلفين إن الفرق بين النبي وقاتله هو فرق مستويات أو ظروف ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو تعريخية أو عقلية لا فرق أخلاق أو التقوى أو طهارة ولا فرق محبة أو بغضاء من الظلام إن عيني النبي ليست أكثر صداقة للنور والجمال ولا أقدر على رؤية الإله أو رؤية جماله أو جمال مخلوقاته من عيوب قاتلي النبي إن النبي لم يرى أكثر أو أفضل من قاتليه ولكنه أحسن أحس وأراد وقال مقالفا لقاتليه لاختلاف الظروف إن الفرق بين النبي وقاتليه ليس فرقا بين من يخاف على عيون الأطفال أن تصادد الظلام أو برؤية العذاب والأهوال وبين من يتمنون لها ذلك إنه ليس فرقا بين من يخافون على العيون الجميلة والبريئ أمن أن تحترق في الجحيم أو تتشوه بالمرض والموت وبين من يريدون لهذه العيون كل ذلك إن النبي لم يخص بعيون خارقة أو غير معقولة ليستطيع أن ترى في الدمامات والآهات والآلام والمظالم من جمال إلهه ورحمته إلهه ورحمته وعدله وحبه وذكائه ومن الخير والنفع للمصابين بذلك أكثر أو أعمق مما تستطيع أن ترى عيون قاتليه أي إنه أي نبي لم يفهم إن الإله محتاج لكي يكون حكيما ومنطقيا وعبقريا إلى أن يخلق الدمامات والآهات والمظالم والآلام أكثر أو أصدق مما فهم ذلك قاتلوه إنه لم يوهب عبقرية هذا الفهم لمنطق الإله حينما إراد أن يمجد ملوهيته وأخلاقه بخلقه لهذه الآفات الرهيبة إن النبي لا يملك تحديقات أقدر على رؤية الإله البعيد الخفي جدا أكثر مما يملك مثل هذه التحديقات قاتلوه إنه ليس عليما بلغات أكثر مما من أعدائه وقاتليه لكي يستطيع أن يعرف لغة الإله المتحدثة بواسطة الأشياء والأحداث أكثر مما يستطيع أن يعرفها قاتلوه وأعداه إنه لم يتعلم هذه اللغة في معهد ولم يتعلم فيه أعدائه ورافضوه موسيقى اشتركوا في القناة